نظرية من قال أن سعودية كانت ضد تسمية القادة نور سلام وتجلى هذا الأمر بأنه اللي هن فعلا حلفاء لاثقين بالسعودية سواء القوات اللبنانية أو اللواء الشفريفي أو حتى عدد من النواب المستقلين على علاقة جيدة مع السعودية نتحدث عن يعني مثلا نائب مشيل ظاهر حتى نائب نعمة فرام في علاقة اقتصادية معينة مازالت مفتوحة بينهم وبين المملكة كلهم لم يسموا نواب سلام ليه ولا نجيب مئاتي هل مزبوطنا السعودية ليست مرحبة بتسمية نواب سلام شوفي خلينا أول شيء ناقش مسألة النظرية اللي طلعت أو اللي رواجت لها بعض الأعلام الخصم إذا صح التعبير أنه السفير السعودي في لبنان هو عم بيركب كل هالأمور هو اللي عم بيقول للاشتراكي والقوات بأي اتجاه يروحوا الاشتراكي بعض الصحف حطيت أنه الاشتراكي عم بيظهر تابع للقوات ببعض الاستحاءات وغيره طيب هو صار ميرك استحاءين على الأقل هاي القوة السياسية اللي هي على علاقة جيدة بالمملكة العربية السعودية على علاقة جيدة سواء نحن أو القوات أو غير بانتخابات رئاسة المجلس كنا على طرفين نقيد هلأ بمسألة رئاسة الحكومة على طرفين نقيدة فبالتالي كل ما يحكى عن هاي السيناريوات فيها شيء يعني أحيانا شيء خيالي وأحيانا شيء كتير عم بيبسط الأمور بإدارة العملية السياسية بالبلد بس فيها شيء كمان مزبوط مش كل شيء نحن والقوات اللبنانية مختلفين عليه ومش كل شيء متفقين عليه يعني أهم شيء متفقين عليه أنه نحن هالعلاقة السياسية قامة ما أعرف عليه هو أنه اللي عم بيسير اللي هو عدم توحيد هذه الكوة اللي عم تسموها سيادية من وراء هاي دول الكتلتان اللي هنه أساسيات بإذا بدوا يكون في تحالف لعدد من القوة اللي هنه إذا بدنا نقوم معارضين للأكثرية أو للقوة 8 أدار لأنه بعضهم شوية متمسكين أكثر أنتوا اللي عم بتساهموا في سواء قوات أو اشتراكة متوحدين عليهم اللي عم تضربوا أي إمكانية لتوحيد فريق بس أنه في تردي هذه القوة ما عندها ناظم مثل حزب الله يعني بينظم العلاقة بين كل القوة السياسية وإذا إجا أمر اليوم ينفذ على الباقي بلحظة بأي استحاق من الاستحاقات هذا الشيء عن فريقنا السياسي مش موجود هذا الفرق بين الفريقين وبالتالي إما بيكون في لقاء تلقائي وعفوي بناء لأناعات موجودة عند هذه القوة السياسية حتى بعض المستقلين السياديين ما بتشوفي على أستاذنا متفرين ما صوت لحده صح ولا لا بينما ما معه بحليفه أستاذ عبود صوت للرئيس الرئيس مئتي حتى المستقلين ما أنهم بيتوجه واحد بهذه الأمور فبالتالي لا ما في ناظم لهذا الفريق اللي بتقليلي هاي دي بلحظة من لحظات بتكون نقطة ضعف للفريقين أكيد بكل اللحظات دروري توحده لما يكون في تصويت وأصوات وكل الصوت بين حسب ما هذا الواقع ما هذا الواقع عم يضرب النظرية اللي عم بترويج لقوة ماني أدار والإعلام تبعها أنه السعودي قاعد يعني كأنه ما عنده شغل إلا إلا هالقوة السيادية كيف تتصرف وكيف تعمل وقاعد عملها شغلت وعملت ويعني ما في حد أدنى للمنطق كمان موسيقى